نهار جديد ويوم جديد بيجمعنا معكم اليوم نادية ما رح تقدر تكون موجودة تعبان شوي ان شاء الله بكرة رح تكون معانا واليوم النقاش رح يكون هل الصمت وقار وجاذبية أم ضعف وخجل ودونية هلأ في ناس لما بيزعلوا بيصمتوا في ناس لما بيعصبوا بيصمتوا في ناس لما بيحبوا بيصمتوا لما بينزعجوا بيصمتوا ولكن فيه أشخاص بطبيعتهم كتومين بيستمتعوا وبيتقنوا فن الصمت ولكن اللي اكتشفنا اليوم من خلال هاي المقالة اللي بتأكد بانه في صفات للأشخاص الصامتين إيجابية جدا هلأ في صفات سيئة أو ما بدي أسميها صفات ولكن ممكن يكون من الصعب التعامل مع الأشخاص الصامتين لأنه هم لا يتقنوا فن التعبير ولكن اليوم هيك رح نحكي بشكل عام وإذا أنا بدي أحكي لكم عن تجربتي الشخصية مع الصمت أنا من الأشخاص اللي كنت بعيدة كل البعد عن الصمت يعني أنا بس لما بزعل بصمت أو لما بعصب من الأشخاص اللي بحاول أني أسكت عشان ما أحكي كلام أندم عليه أو ما أتصرف بإنفعال وإندفاعية ولكن مؤخرا أتقنت يعني مهارة جديدة تماما اكتشفت اكتشاف وصدقوني هاي جربوها إحنا مرات لما منكون عم نمر بظرف صعب أو منكون حزنين أو منكون متلخبطين أو مرينا بخيبة أمل شو ما كانت المشكلة اللي عم بتصير معنا أو تعبنين من شغلنا شو ما كانت المشكلة؟ مرات في ناس بتلجأ لفن التلهية يعني بيصيروا يتلهوا بيبعدوا كل البعد عن الموضوع لمدايقهم إذا شخص بيبطلوا يشوفوا ويحاولوا يلهوا حالهم عن أشخاص تانين إذا مشكلة بالعمل بيحاولوا أنهم ما يفكروا فيها ويوجهوا كل تفكيرهم لمكان آخر في معظمنا يمكن بالبداية بنلجأ لفن التلهية ولكن اللي بتكتشفوا مع الوقت بأن التلهية وعمرها ما بتحل المشكلة بل العكس تماما بتزيد من حجم الضجيج بحياتك أنا بالنسبة إلي اللي اكتشفته إنه لما يكون في عندك أي موضوع بحياتك مش بالضرورة يكون موضوع كتير كبير أو موضوع يعني مفصلي أو موضوع حياة أو موت موضوع مشكلة سؤال أنت عم تسأله لحالك جرب أنك تقعد مع حالك وتصمت وتسمح لهاي الأفكار أنها تتحرك بإنسيابية مش تحكي لصاحبك ولا تحكي لصاحبتك أنت أو أنت مع نفسك تقعدي مع نفسك شوي وتسكتي وتفكري ما بتصدقوا قد هاي واحدة من أهم طرق الوصول للشفاء سواء كان الموضوع زي ما قلت لكم بسيط أو كبير يعني كونوا على قناعة تامة بأنه عمره ما كترة الحكي بتحل المشاكل ولا عمره ما تلهية بتحل المشاكل بل العكس زي ما قلت لكم بتزيد من الضجيج وبنفس الوقت ما عمره بتعطيك سلام ولا راحة بال أنت مع حالك لما بتقعد وبتفكر وبتخلي هاي الأفكار تتحرك حتى لو ما لقيت جواب يعني مش بالضرورة أنه احنا كل مرة بنقعد مع حالنا نحل المشكلة مع أنفسنا ولكن هاي الأفكار بيجي نهار وبتوقع بمكانها الصحيح وكل شي بيكون ماشي زي ما أنت بدك هتعطيكم مجموعة من الصفات الإيجابية للأشخاص الصامتين أولا قوة الملاحظة الصمت عكس كترة الحديث أو كترة الحديث بتأدي أحيانا لتركيز الشخص على الكلمات بدلا من ردود فعل المحيطين اللي بيحكي كتير بكون مركز على كلامه مش مركز على الناس كيف عم تطلقى هذا الكلام الشخص الصامت بيكون حريص جدا أنه لا شعوريا يراقب ردود فعل المحيطين فبتلاقيه هو الوحيد اللي عنده القدرة الأكبر على ملاحظة ما يدور من حوله والسر أنه بيركز أنه ساكت مش بس عم بيحكي هلأ في مشكلة كتير بتصين أنا بلاحظها بيننا سباشلي إحنا العرب بحسنا ما بنعود مع بعض سواء باجتماع شغل أو بحديث بين الأصدقاء أو بعتاب بين الأحبة في أشخاص بيكونوا قاعدين ما عم بيسمعوا هم بس بدهم يردوا يعني زي كأنك قاعد بمعركة كتير مهم أنك تصغي تسمع اللي قدامك شو عم بيحكي شو عم بيحاول يوصل لك عشان تحل المشكلة هلأ إذا مش فرق لك تحل المشكلة أو يعني آه الخلاف كله مش مش شايله من أرضه بتقدر أنك تظلك تناقش وبس تناقش حتى نقاش عقيم اللي هو أنت بتحكي وأنا بحكي مش هيك النقاشات النقاشات لازم يكون فيها فن الإصغاء تسمع عن جده وشو قصده عشان تفهم عشان تحلوا النزاع الولاء الشديد تخيلوا أنه الأشخاص الصامتين دائما هدوءهم وتكتمهم هو نابعا رغبة داخلية في عدم إضاعة الطاقة والمجهود فيما لا يفيد فمن المنطق أنه هذا الشخص ما رح يضيع وقته مع شخص لا يعني له فبالتالي إذا هذا الشخص حبك أو أعجب فيك أو كان بحياتك اعرف يعني وتأكد بأنه هو عم يعطيك ولاءه الشديد لأنه ما بضيع طاقته ومجهوده مع أي شخص عندهم الأشخاص الصامتين اكتفاء ذاتي عندهم القدرة على التفكير بعمق عندهم احترام للآخر وعندهم وقار وجاذبية الأشخاص الصامتين في بعض الأوقات بيصمتوا لأنه بيكون عندهم ضعف ثقة بمعنى ما يكونوا واثقين من حالهم كفاية أنهم يشاركوا بموضوع أو ينكتوا نكته أو يحكوا عن تجربة شخصية صارت معهم لأنهم بيخافوا من الرفض الاجتماعي بيخافوا أنه القصة ما تلاقي صدى عند الناس اللي عم تسمع بيخافوا أنه النكتة ما تضحك الناس الموجودة بيخافوا أنه القصة المؤثرة ما تأثر بالناس اللي عم تسمعهم ففي ضعف بالثقة وفي خوف من الرفض الاجتماعي كمان بيشعروا أحيانا بأنهم بيكرهوا الأضواء يعني الأشخاص الصامتين اللي مش كتير بيحكوا ما بيحبوا أنه الضوية تسلط عليهم وأنا هون ما عم بحكي بمعنى الأضواء بالمعنى الحرفي ولكن حتى لو كانوا بقعد بفضلوا أنه الاهتمام والانتباه يكون مشتت عنهم يكون مركز على شخص آخر هلأ هاي الأمور مش غلط ولا سيئة بس أنت بيحقلك كبني آدم أنه صوتك يكون مسموع بيحقلك أنك تعبر عن مشاعرك بيحقلك أنك تشارك بأي قصة إذا أنت دايما خايف من الأشخاص اللي حواليك أنهم يرفضوك أو ما يحسوا معك أو ما يتأثروا معك أو ما يضحكوا لك أو ما يبكوا معك كمان معناتهم مش أشخاص صح لازم الواحد يكون مرتاح على القليلة بدائرة معينة بحياته حتى لو كانت دائرة كتير صغيرة ممكن تكون بس عيلتك ممكن تكون مجموعة من الأصدقاء ممكن يكون صديق واحد ممكن يكون زميل واحد في العمل أنا ما عم بحكي عن دوائر اجتماعية كبيرة ولكن الإنسان بحاجة كمان لدائرة طمأنينة تكون موجودة بحياته هلأ خطر ببالي موضوع هذه كل مرة كنت بنقاش عن مفارقة الماء والألماس هي مفارقة ونظرية اقتصادية معروفة جدا كتير بيحكوها بعلم الاقتصاد الماء هو شيء ضروري احنا ما منقدر نعيش بدونه والألماس هو رفاهية عادي جدا اذا ما كانت موجودة الماء اذا ما كانت موجودة انت بتموت الألماس انت بتقدر تعيش بدونه بكل سهولة وسلاسة ولكن سعر مين أغلى؟ المي ولا الألماس؟ المفارقة في الندرة لأن الألماس نادر وغير متوفر الماء موجود ومتوفر فلهيك انت كإنسان بتاخد الماء من المسلمات مع انه هو الشيء الضروري لاستمرار حياتك وبتاخد انه الألماس أمر كتير غالي وثمين وبتتمنى لأنه نادر ومش موجود عند الكل مع انه انت مش بحاشته لتضل على قيد الحياة هلأ هاي المفارقة هلأ تذكرتها وكنت قاعدة هيك عم بفكر فيها بتنطبق كمان على الأشخاص كوننا اليوم كنا عم نحكي عن الصمت الأشخاص الصامتين الأشخاص اللي بيحترموا حالهم وعندهم وقار وعندهم جاذبية وعندهم غموض هم أشخاص الناس ما بتاخدهم من المسلمات فحاولوا بحياتكم انكم تكونوا زي الألماس مش زي الماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة